للعام الثاني على التوالي، المنتدى الاقتصادي العالمي يلغي اجتماعه السنوي في مدينة دافوس السويسرية بسبب جائحة كورونا ويعقد سلسلة من الجلسات العامة والمناقشات عبر الإنترنت تحت عنوان وضع العالم لصياغات حلول المشكلات الأكثر الحاحن في العالم البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس ورئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي قال إن الاجتماع الافتراضي لن يمنع من إحراز تقدم من خلال استمرار الاجتماعات الرقمية لقادة العالم والحكومة والمجتمع المدني مشيرا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص استمر بتقدم طوال فترة الوباء وسيستمر بالوترة نفسها وتحدثا من نيويورك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش العالم إلى حياء روح التضامن وضرورة إصلاح النظام المالي العالمي مناشدا الحكومات والمؤسسات تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لقياس مخاطر الاستثمار ومعالجة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والتأكد من أن الأنظمة الضريبية عادلة ومصممة بطريقة تقلل من فجوة عدم المساواة جوتيريش ناشد زعماء قطاع الأعمال إلى دعم الدول النامية في ساعة عسره على حد تعبيره من خلال توفير لقاحات كورونا وإعادة هيكلة عاجلة للديون وحذر من أنه بدون تحرك فوري في النعدم المساواة والفقر سيطعم مقان وهو ما يغذي مزيد من الاضطرابات الاجتماعية والمزيد من العنف محاربة أزمة المناخ من بين الملفات التي تطرق لها منتدى دافوس وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنه حتى وأن أوفى جميع البلدان المتقدمة بوعودها بخفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030 فستظل الانبعاثات العالمية مرتفعة للغاية ووفقا للأمم المتحدة يحتاج العالم لخفض بنسبة 45% من الانبعاثات العالمية خلال هذا العقد لكن من المقرر أن تزيد بنسبة 14% بحلول عام 2030 وهذا الأسين